السلام عليكم كيف الاحوان تمنى تكونوا بخير على خير في الفيديو ديال اليوم غادي نقربكم فيه من ديكورات الحجر الطبيعي والمميزات واستعمالة ديالو سواء داخل المنازل او خارجها وايضا من الثمن التقريبي ديالو فيديو غادي تكون فيه تفاصيل مهمة تابعوه الى الاخير ولكن قبل ما نبدو ما تنسوش طول تحتو سعملو واحد اللايك ونتمنى نتمنى لقع عدد اللايكات بعدد المشاهدات لان بزف ديال الاخوان كيتفرجو وكينساو ما كيعملوش اللايك وكيما كتعرفو كمين بان الحجر الطبيعي تم الاستعمال ديالو مندو مدة طويلة في الاعمال ديال البناء والديكور ولكن مؤخرا واللي كيتستعمل بكثرة لانا تشطيب المنازل بالحجر الطبيعي كيعطينا تسميمات داخلية انيقة بالاضافة الى ان هاد مادة الحجر عنده هيدة مزايا غادي تشوفوها معايا في هاد الفيديو غير تتابعوه الى الاخرى والخدمة اللي غادي تشوفوها معايا في هاد الفيديو هي ديال راشيد من مدينة تازا غادي نخلي لكم الرقم الهاتف ديالو في صندوق الوصف هو تقريبا كيخدم في جميع مدن المغرب واول حاجة بديت لكم بها كيما شوفو معايا في الفيديو هي تحجار تديال واجهات المنازل واول نقطة غادي نركز لكم عليها هي بالنسبة للحجر اللي كيتستعمل في واجهات المنازل من الاحسان يتخدم بالجوان بحالو بحال الزليج اللي كنخدموه في سطح اولا كنخدموه في واجهات المنازل يعني كيكون معرض للشتاء والشمش حيط الحجر يقدار يتمدد وخصو حد المسافة اللي تكون في الجواني بديالو باش يلقافين يتمدد بالاضافة ان هاد الحجر مني كيكون عنده جوان يعني حجر كيكون عنده ربعه ديال الجوان راها كتلسق مزيان وكتبقت ما سنين وسنين عمره ما تمطر يعني من بلاصة وايضا بالنسبة للحجر ديال الواجهات انا شخصيا وهذا رأيي الشخصي كنفضل اللون ديالو يكون فاتح ما يكونش لون مغلوق بحال اللون الاسود اما يكون باج اما يكون رمادي او اي لون اخر لان ربما هادك اللون الاسود مع مرور السنوات والعوامل الجو ما يبقاش هادك اللون اللي هو ناصح ويبهت وكيما كنقول لكم دائما على الزليج وكنقول لكم بان الزليجي يعني المعلم عنده دور كبير في التركيب ديال هادك الزليج في الجمالي ديالو في الصح ديالو نفس الكلام غدي نقول له على المعلم اللي كيركبنا الحجر الطبيعي باش يعطينا هاد الحجر الطبيعي واحد الجمالية ويكون صحاح وما يتقلعش مع الوقت تركيب ديالو عنده دور كبير فالحجر الطبيعي ايضا ماشي غير كان جي وكان بدور ركبوه بشكل اعتباطي فالمعلم ضروري يكون عنده واحد تصميم فين غادي يحط الحجار مكمول فين غادي يقطع وخصوصا كما كتعرفو في الزوايا في البلاسة فينكي ناسواري البلاسة فينكي تلقى الحجر مع القبص ما كيكون عندنا هاد الحجر فسط المنزل هاد النقط هدي مهيم ما ضروري تسق زمعها ونقطة واحدة اخرى خصوص كمسروا تضمعها لبال بالنسبة للحائط اللي غادي تديرو فيها الحجر الطبيعي خص هاد الحائط يكون مقاد مزيان يكون خالي من العيوب ما يكونش في هادك العيجاج او لهادك البروزات وبالنسبة التمى اللي كيخدم بها راشيد ديال الحجار ابتداء من 250 درهام المتر كاري هاد 250 درهام داخل فيها الحجار وداخل فيها التركب ولكن بالنسبة السيماء والرملة اللي كيركب بها كتبقى على مولتر وبالنسبة الباقيت اللي كتكون دايرة الى الحجر كتخدم المتر الينياخ ابتداء من 60 درهام المتر الينياخ بطبيعة الحال هاد التماغة هو ماشي تابت كيختلف على حسب نوع ديال الخدمة. وبالنسبة لاخوة اللي كيسولوني واش مع الحجر الطبيعي في الجوانب ديالو واش نديرو الباقيت او لا نديرو الرخام. وكيما كتشوفو معايا في هاد الصور مل احسان ديرو الباقيت واللي بغي يدير رخام ما يدير شرخام بوحدو يعني يدير الباقيت وعادي يدير رخام في الوسط كيما كتشوفو معايا في الصورة. وبالنسبة لطريقة ديال تركيب الحجر في الواجهة ديال المنازيل تقدرو تخدمو بهالطريقة اللي كتشوفو معايا في هاد العمارة. وهي تخليو المكان اللي بارز وتخدمو الجهة الاخرى اللي ماشي بارزة او العكس يعني تقدرو تديرو التحجر في المكان اللي هو بارز والمكان اللي ماشي بارز تخليواه بلاش. وكيما كتعارفو كامنين بان استعمال ديال الحجر في المنازل ديالنا بالاضافة الى الدكور فهو كي تعتبر بمثابة عازل. اذا ديرنا في الواجهة ديال المنزيل ما كيخليش البرودة او الرطوبة تدخل للمنزيل بصيفة نهائية. وايضا اذا ديرناه وسط المنزل ديالنا كيما كتشوفو معايا في هاد الصورة تلعت الخدمة فيها رائعة هاد الحائق ومفيني مزيان. كان قدرون تفادو به عدة مشاكل من بين البرودة او الرطوبة اللي كتكون عند بزاف ديال الاخوان. واللي كيتشكو منا وكتكون عندهم مثلا خصوصا في الطبق الارضي كتكون عندهم في احدى الجدران. وخاك يديرو جميع انواع ديال السباغة ما كيتحلو مش المشكل. بالنسبة للحجر الطبيعي كيبقى هو الحل الامتل والانسب باش نتفادو هاد المشكل بصيفة نهائية. وبالنسبة استعمال الحجر الطبيعي في المنازل ديالنا نقدرون ديروه كيما قلت لكم في الحائط لي عدنا فيه المشكل ديال البرودة وكيتقشر. نقدرون ديروه في دخلة ديال الدار في الكلوار. نقدرون ديروه في الحائط فين كتكون عدنا التيلفاز. نقدرون اغلفو به سريا نقدرون ديروه في ميني. غير هو من احسن استعملوا لون مفتوح في الحجر الطبيعي كيعطينا الاضاءة اكتر ومساحة اكتر وخصوصا اذا كنا قد نستعملوا هذا الحجر في الحائط اللي هو كبير بزاف اولف اكتر من حائط من احسن نختار واحد اللون اللي هو مفتوح اما اذا كنا قد نستعملوه غير في سريع اولف البلاسة ديال المدفئة كما كتشوفوا معايا يعني كيكون المكان ضيق ماشي مشكل اذا اخترنا شي لون يكون مغلوق ولكن على شرط باقي الجدران اللي غادي نستعملو فيهم غير سباها نديرو اللون ابيض باش المنزل ديالنا مايجيش مشارجي وايضا نقطة مهمة غادي نشير لي في هاد الفيديو هي بالنسبة هاد الحجر بالنسبة المعلم راشيد كيستعملو واحد الفيرني فوق منو باش كيولي سهل في التنظيف يعني وخاكي تقاصب الاوساخ خصوصا مع الوليدات الصغر منيك تجي تنظفو كيجيك سهل ما كيلسقش في هادك الوساخ ونقطة اخرى غادي نفكركم بها ارغم انه جميل اخوان تقريبا غادي كون عارفينها ولكن غادي نقول لكم ربا ماشي واحد مايكونش عارفة هي بالنسبة الصباغة اراه ما تديروهاش قبل ما تديرو الحجر طبيعي يعني الصباغة كتبقى اخر حاجة لان منيك يجي المعلم يركب لكم الحجر را كيكون فيه بزاف ديال الوساخ واذا كنتوا صبغين هادك الصباغة غادي تكرفس لهذا بنسبة الاخوان اللي باغين يديرو الحجر الطبيعي يصبقوا استسمح عادي شوفوا المعلم ديال الصباغة حاولت في هاد الفيديو نقدم لكم جميع المعلومات والنصائح اللي تقدرو تسولون عليها كنظن جميع التفاصيل تكلمت فيها ولكن اذا بقت شي نقطة ونسيتها تقدرو تخليوها اللي في التعليق وغادي نحاول نجاوب على جميع الاسئلة بارتاجي والفيديو باش يستفدو ناس اخرين كيما استفدتون تما وبسلام عليكم في فيديو اخر ان شاء الله بحول الله